قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية الوقفة التضامنية مع أصحاب البيوت المهددين بالتهجير في حي البستان في بلدة سلوانة قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قناب الصوت والغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المتظاهرين وباتجاه المنازل أو منازل الأهالي في سلوانة وذلك بعد قمعها فعالية أداء صلاة الجمعة في خيمة التضامن ضد سياسة التهجير القصرية واندلعت أيضا مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال في حي بطن الهوى في سلوان جنوب المسجد الأقصى وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في سلوان وداهمت منزل نضال الرجبي والذي أفرج عنه اليوم بشروط عاقب هدم محله في حي البستان